مساء الخير بتبتدي الحلقة 13 من مسلسل نعمة الأفوكاتو إن نعمة بتقول لي ياسين إنها مش هتقدر تكون معاقلة لما تكون أرمالة لأن نهاية صلاح مش هتكون غير الموت تاني يوم نعمة عندها قضية ونزلة للمحكمة وبتقوله إن هو يدعي لها بس هو ما ردش عليها فبتقوله سعيد يا بقام صميالك فيه إيه قال لها ملعون أبو الحب على اللي انت بتحبيه لما لقيك بتدي فلوس لصحبه عشان ما يبلغش عنه وكمان جايلك وجايب لك ورد وجايب لك بلونة ده نقص يجيب لك جاتو وكمان اتحدتيني زمان علشان تتجاوزين وقال لها كمان ده قتلك وده فنك وعيط في عزيك وعيط على جثة مش جثتك وقال إنها أنت وقف باباها وقال لها اسمع يا نعمة لو انت عايزة تتنزلي عن حقك براحتك لكن ما تنسيش حق محمد في رقابتك راحت نعمة قدت له خلاص يا بابا لو سمحت أسكت ونزلت وسلت في الوقتي ده صورة كانت مسكة جنيفة ضيئة وعملت خربش في جسمها عايزة تعمل علامات تعزيب وصلاح في الوقتي ده كان بيتفرج عليها من وراء البيب منا ونعمة في الوقتي ده كان وفي المحكمة ونعمة بتسأل منا وبتقول لها ايه رعيك يا منا وانت ماشي يا جنب المحامية نعمة بعلب منا قلت لها انا مبسوطة وسعيدة طبعا نعمة قلت لها طب ايه شعرك يا منا وانت هتشوفي اجدع محامية في مصر وهي بتترافع دلوقتي منا قلت لها انت مش شايفة انك بتحب نفسك شوية ودحكت نعمة قلت لها طبعا بحب نفسي اما انا حبك انت منا بتقول لها انا حسنا في حاجة مضايق اماما نعمة قلت لها اكيد لازم تكون متضايقة مش محمد لسه متوفي وفي اللحظة دي نعمة حلفتها انها هتقول لها سر وما تقولش لحد وقلت لها ان محمد اتقتل طبعا منا اتصدمت بس النعمة وعدتها وقلت لها اتطميني انا مش هسيب حقه المشكلة بقى ان منا مقدرتش تصوني السر واول ما شافت والدتها قالت لها على طول والدتها قلت لها هي نعمة اللي قلت لك كده قلت لها اه قلت لها البيت دي لها يدف قتل اخوكي البيت دي مخبية حاجة وانا قلبي حاسس وده كان جزء من الحلقة 13 من مسلسل نعمة الافوكاتو هسيب لكم لينك بقية الحلقة 13 فاول تعليق تحت في التعليقات ما تنسوش بقى اللايقات وشاه يصوني مع السلامة